صالح يعني العودة كانت حلو اللعيب بيدوق لما بيكون بعيد عن الملعب بيشوف المعاملة مع الجمهير عاملة ازاي بيبقى كلها نصايح كلها ضغوط كلها حاجات كتير جدا لكن لما بينسي من الملعب وبيلعب وبيقدي وبيجيل وانت من اللعيبة حتى يعني ربنا بيديك موهبة ان انت باص اتنين أسست الدنيا بتفتح معاك بشكل جميل جدا بتلاقي الأمور مختلفة فقولي بقى الاختلاف في الحتة دي طبعا زي ما انت قلت ممكن المرحلة انت بتبقى فيها بعيد بتبقى كلها كلها ناس بتتكلم معاك عايزاك ترجع الناس بتصرك في امكانياتك بتصرك فيك العيب طبعا فدي الحاجة اللي انت دايما بتقابلها ممكن وانت بيدي عن الملعب لكن لما طبعا بتقرب وبتشارك وبتظهر بشكل كويس لا الناس بتتبسط الناس بتتكلم الناس حتى اللي كلمة معاك وديتك كنصيحة واتنين بيبقوا مبسوطين فطبعا لا شعور مختلف طبعا اللي ما بتشارك وتبقى يجابي مع الفريق وتبقى مؤسر طبعا بيبقى شيء بيبقى شيء بيسعدني جدا بيبقى مبسوط بيه جدا حاس ان العيبة بيحبوك يا صالح جدا يعني حاس فعلا انت حاس ان كله عايز ياخد بيدك بالظافة يعني دي من الحاجات اللي انا قلتها في البلدية طبعا لا يمكن اللعيبة بالذات اللعيبة كبيرة يمكن انا اتعملت مع اللعيبة كبيرة برا النادي الاهلي لكن فعلا اللعيبة كبيرة في النادي الاهلي خمسة ستة كبيرة اللي قال عليهم كابتل محمد لا يعني انا ما شفتش بصراحة يعني ما شفتش احترام كده ورجولة بالشكل ده وجدعان جدا وطيبين جدا وتاريخ كبير كلهم كل واحد تاريخ ما شاء الله لكن بيتعاملوا كأنه يعني كأنه شخص ما عندوش هاي حاجة ما مكسبش هاي بطولات في حياته وبيتعاملوا ببساطة جدا مع اللعيبة الصغيرين وزي ما قال كابتل محمد فعلا اللعيبة الكبيرة اللي موجودة هي دي الحتة للمميزان على البقى الفرق ممكن نبقى احنا قريبين في المستوى من بعض الفرق المنافسة ممكن يبقى عندنا لعيبة زي الفرق المنافسة لكن اللي انا هوصك منه اللعيبة المنافسة ما عنداش لعيبة كبيرة بالنفس الامكانيات وبالنفس الشخصيات الموجودة في النادي الاهلي اللي قال